حياكم الله إلى التفاصيل أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية تكثيف التعاون والتنصيق بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية تأكد جلالته جاء خلال استقباله المبعوث الرئاسي الروسي الخاص بالشرق الأوسط وإفريقيا ميخايل بوكدنوف في قصر الحسينية اليوم وبحث جلالة الملك والمبعوث الروسي تطورات الأوضاع في سوريا وسبل التعامل معها بما يحفظ وحدة أراضيها وينهي معاناة الشعب السوري بوكدنوف عبر عن تقدير بلاده لجهود المملكة في التعامل مع أزمة اللجوء السورية وما يقدمه الأردن من خدمات إنسانية وإغاثية للاجئين السوريين مؤكدا دعم روسيا لكل ما من شأنه توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين إلى بلادهم كما تناول اللقاء الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتصدي لخطر الإرهاب وعصاباته ضمن استراتيجية شمولية رفض الأردن بشكل قاطع ادعاء الجيش السوري قيمه بتدمير شاحنات محملة بالذخائر دخلت إلى سوريا عبر أراضي المملكة وكانت في طريقها إلى المجموعات الإرهابية مصادر رسمية في تصريحات لرؤية اعتبرت أن هذه الاتهامات ما هي إلا إصطوانة مشروخة ودعاءة باطلة لا أساس لها من الصحة كما أنها ليست جديدة حيث اتهم مسؤولون سوريون الأردن مرات عدة بإدخال أسلحة إلى مجموعات مسلحة تقاتل على أراضيه 1293 مترشحا ومترشحة موزعين على 230 قائمة هي مجموع القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح في مختلف مراكز لجان الهيئة المستقلة للانتخاب في محافظات المملكة كافة مع انتهاء فترة الترشح التي بدأت قبل يومين أبرزوا مجريات اليوم الأخير من مرحلة الترشح في تقرير التالي أنهت لجان الانتخاب اليوم استقبالها طلبات الترشح في اليوم الثالث والأخير من المدة المحددة لاستقبال طلبات القوائم المترشحة للانتخابات النيابية 2016 في عمان أغلقت لجان الانتخاب أبوابها دون تسجيل أي مشاكل تذكر كما هو الحال في باقي المحافظات ففي الزرقاء أغلقت لجان الانتخاب باب التسجيل في الدائرة الأولى بتسجيل 13 قائمة وتسع قوائم في الزرقاء الثانية خلال الثلاثة أيام السابقة بلغ مجموعة القوائم الانتخابية في دائرة الزرقاء الأولى 13 قائمة انتخابية حيث كانت اليوم الأولى تقدمت 8 قوائم انتخابية وفي اليوم الثاني 3 قوائم فإلى هذه اللحظة اليوم الثالث قائمتين بلغ مجموعة المرشحين 98 مرشح الكاراك لم تسجل طلبات لترشح كتل جديدة في اليوم الأخير الطلب الوحيد الذي قدم لترشح قائمة رفضته اللجنة لعدم استفاء الشرط العددية للمرشحين أما الطفيلة فشهدت في اليوم الثالث تقدم قائمة واحدة بطلب ترشح ليصبح عدد القوائم المترشحة حتى نهاية اليوم الأخير للترشح 9 قوائم تم تجيل 42 ناخر موزعين على 9 قوائم هذه القوائم فيها 8 سيدات الأمور صارت بشكل جيد وبشكل ديمقراطي حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها بالهيئة في معان وصل إجمال القوائم المترشحة 9 قوائم بعد أن كانت لم تسجل أي طلب للترشح يوم أمس صراحة كان تعاون من جميع الأطراب سواء كانت مرشحين أو مواطنين مرافقين لهم حتى هذا اليوم تم تسجيل 9 قوائم ضمن محافظة معان هناك 6 سيدات تم ترشح ضمن هذه القوائم لجان استقبال طلبات الترشح في المفرق لم تسجل أي مخالفات كما هو الحال في إربد التي شهدت ترشح قائمة واحدة في اليوم الأخير وصلت عدد القوائم لمحافظة إربد الدائرة الأولى وصلت إلى 12 قائمة 12 قائمة مجموعة الذكور فيها 71 ذكور و12 إناث أي 83 مرشح من خلال 12 قائمة الموجودة 12 قائمة الموجودة هذول على مستوى الدائرة الأولى في محافظة إربد مركز راسد من خلال بيانات الرصد الميدانية لمراقبه المنتشرين في كافة اللجان أعلن الأعداد الأولية للمرشحين حيث أفرزت عملية التسجيل 230 قائمة تضمنت 1293 مرشحا ومرشحة تقدموا بطلبات ترشح للانتخابات النيابية القادمة منهم 64 للمقعد المسيحي و24 للشيشاني والشركسي و255 سيدة أما فيما يخص توزيع المرشحين على دوائر المملكة فقد شهدت البلقاء الزخم الأعلى بـ 113 طالبا للترشح توزعوا على 13 قائمة بينما شهدت عجلون الزخم الأقل بـ 29 طالبا للترشح توزعوا على 6 قوائم وبهذا تكون الخارطة الانتخابية للقوائم المترشحة قد اكتملت بانتظار العشرين من أيلول الموعد المقرر لإجراء الانتخابات النيابية انتهاء عملية الترشح للانتخابات النيابية هو محور حلقة نبض البلد لليوم والتي تأتيكم بعد نشرة الأخبار مباشرة نتابع في سياق النشرة أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن يوم السبت من كل أسبوع سيكون دوما رسميا في كل من المكاتب الرئيسية بالمحافظات ومديرية أحوالي وجوازات العاصمة ومديرية الضفة الغربية وغزة وستكون ساعة الدوام من الساعة التاسع صباحا وحتى الثانية ظهرا ويأتي هذا الإجراء لغاية التسهيل على المواطنين وإنجاز معاملاتهم واختصار الوقت عليهم في الأراضي المحتلة أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وبرصاص مطاطي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال أمام سجن عوفر العسكري غرب مدينة رمال المحتلة عقب قمع قوات الاحتلال لمسيرة سلمية تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية لم تنطفت شعلة استشهاد نعيم الشوامر لتنضم إلى وضع الأسير بلال الكايد الذي بات على المحك وتفجر غضبا أعلن عنه بدعوة لمسيرة حاشدة والاستنفار في وقفة تضامنية تتوجه للتماسي مع جنود الاحتلال أمام سجن عوفر الاحتلالي استياء من غياب الصعيد السياسي والفصائلي وحتى التواجد الشعبي لم يرتق المشهد لمستوى الحدث أنا بعد ما أجي وأجي على المسيرات وما أشوف في المسيرة إلا عشرين واحد جايين على المسيرة وين الملايين؟ وين الشعبنا؟ وين الفلسطيني؟ أنا بقول له أصمد و الله معك وراح إن شاء الله الفرج قريب صحيح الانتخابات هي مهمة للشارع الفلسطيني ولكن الأسرة اللي قدموا تضحيات من أجل الشارع الفلسطيني ليش ما تقدموا أيضا هناك دعم وإسناد لهؤلاء الأسرة المضربين عن الطعام جرس إنذار تطلقه صرخات جسد بلال بعد فقدانه 35 كيلو جراما من وزنه فأعضاؤه تتهاوى مع إصرار الكايد على رفض تناول الفيتامينات والمدعمات وحدهما الماء والملح ما يبقيانه على قيد الحياة التطور الجديد على وضع أنه تقدم بالتباس للمحكمة العليا الإسرائيلية لطلب فك كيوده حيث أن الأسير بلال كايد هو مقيد بالسرير منذ بداية إضرابه المفتوح عن الطعام وذويه ممنوعين من زيارته المحكمة العليا وجهاز الشباك وإدارة تراهن على الأيام حتى يصل إلى نقطة اللاعودة ويفك إضرابه المفتوح عن الطعام دون تحقيق أي نتاج المفروض أن يكون هناك موقف قوي سواء على المستوى الرسمي وعلى المستوى الجماهير الشعبية خصوصا نحن شاهدنا استشهاد الأسير نعيم الشوامري نحن أمام تطور نوعي في تغول وتوحش أجهزة المخابرات الإسرائيلية وإدارات السجون باتجاه الحركة الأسيرة إذا نجح هذا المخطط فإنه سيتم تطبيقه على بقية الأسرة وهنا الخطر من عوفر إلى عسقلان اسمد وقاوم واروي ضمأ جسدك من ندى بلال اسمك زد في كيدهم كيدا يا كايد وشد من أزرنا فجوعنا للكرامة يشبع من حرية إضرابك حتما ننتظرك لنلتقيك وليعود الوطن منتصرا من أمام سجن عوفر العسكري زين صندوقا قررت حكومة الاحتلال عدم تقديم لائحة اتهام بحق جنديين اسرائيليين تم تصويرهما وهما ينكلان بطفلة فلسطينية لم تتجاوز الثامنة من عمرها وقام بصريقة دراجتها في مدينة الخليل قبل أيام نتابع المزيد في هذا التقرير لم تعد أنوار تجرؤ على الابتعاد كثيرا عن ساحة بيتها وهي تلعب بدراجتها بسبب التنكيل الذي تعرضت له قبل أيام قليلة على يد جنديين بجانب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل أنوار ليست ضحية جنود الاحتلال ومستوطنيه الوحيدة فجميع أطفال البلدة القديمة في الخليل تعرضوا للتنكيل إن كان بالشتائم أو الضرب أو حتى باستخدام السلاح دمبهم صمودهم في البلدة القديمة لعام عملوا بابن دقوا داعقل بابن دقوا دا قيدوا يعني كل مرة كل مرة ما Yan60горondo بتعرضوا كتير يعني ببدا يدجوا ضمع لي ومرة نازلوا قد من الخارب يعني بيت كتير خايفة كل من الأهل بتضمك بتعرض بعض النعوز بتصوت من الحال اللي عملوا فيهم إحنا بحبوا يضربونا بدايع وبنجعني يعني هيك بعد الأمر هم بطالهم يخلوا يأمنوا الطريق ما بخلناش نلعب بخلوا اليهود هم يقفوا يلعب وإحنا ما بخلناش نعف نلعب من حقنا إحنا نلعب مش بسهم كنا نازم نلعب قررت حكومة الاحتلال عدم تقديم لائحة اتهام ضد الجنديين والاكتفاء بتحويل الملف للعلاج التأذبي وهو مخالف لجميع مواثيق حقوق الإنسان ما يعني مزيدا من التمادي على الأطفال طفلة بحكم الاتفاقيات الدولية بحكم المواثيق الدولية أيضا هي طفلة ولها الحق مثلها مثل الآخرين باللعب والرفاهية وأيضا الحق في التنقل فهم كانوا في اعتداء بالدرجة الأولى على هذا الحق التنقل حقها بالكرامة الإنسانية وأيضا كمان هم مهرسوا تمييز بهذا الموضوع أبسط حق للأطفال في الحياة وهو اللعب محرم هنا في فلسطين هي جريمة قد تعرضك لاستفزاز أو اعتداء أو حتى القتل فهي أنوار ابنة ثمانية أعوام خير مثال على غطرست جنود الاحتلال اليومية بحق أطفال فلسطين من مدينة الخليل المحتلة آية الخطيب رؤية عمران طفل سوري من حلب أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول وكالة الأنباء لمقطع فيديو يظهر لحظة إخراجه مع مجموعة من الأطفال من بين ركام منزلهم الذي تم قصفه وقد كساهم الغبار وبدت عليهم ملامح الفزع والصدمة من بين الركام ساعة الليل يفزع عمران من نومه على وقع الحرب ونوازلها التي طالت في هذا الزمن العربي ذي السنين العجاف المفارقة أن العرب قديما أسم حلب بالشهباء لبياض حجارتها ولم يدروا أنه سيأتي زمان الحرب ليلون بياض الغبار أيضا أجساد أطفال حلب وتكسوا أعينهم عبارات الوجع والفزع والخوف سيبقى هذا المشهد شاهدا على مفارقات الزمان العربي الردي الذي يجعل من البياض أيضا سوادا فقد باتت كل دروب الموت توصل إلى حلب وليس كما قال شاعر عربي قبل أعوام إن كل دروب الحب توصل إلى حلب في جولتنا الإخبارية حول العالم جملة من الأخبار أبرزها روسيا تشن غارات جوية على مدينة حلب انطلاقا من إيران وسكان موزنبيق يتكاتفون لإعادة تشييد خزنة المياه بعد موجة الجفاف تواصلت معارك عنيفة بين فصائل القوات المقاتلة وقوات الجيش الروسي للسيطرة على مدينة حلب بعدما شنت روسيا غارات على المدينة واعتبرت روسيا أنها لا تنتهي قرار الأمم المتحدة الذي يستهدف إيران بعد قصف الطيران الروسي مواقع في حلب منطلقا من قاعدة جوية إيرانية قتل ثمانون عنصرا من عصابة داعش الإرهابية من بينهم قيادات مهمة بضربة جوية نفذتها القوات الجوية العراقية في مدينة القائمة على الحدود العراقية السورية حقق الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية تقدما بعد هجوم على مواقع ميليشيات حوثية في تعز ودارت اشتباكات عنيفة بين عناصر الميليشيات الإنقلابية والمقاومة الشعبية بإسناد الجيش الوطني في الجبهة الشرقية لمدينة تعز والجبهة الشمالية والغربية للمدينة قالت قوات حكومة الوفاق الليبية إن عصابة داعش الإرهابية خسرت مواقع في أحد أحياء مدينة سر رغم توجيه تسعة اعتداءات انتحارية ضد القوات الحكومية للحفاظ على هذه المواقع بدأت السلطات الأمنية المغربية بعمليات عسكرية في منطقة حدودية حساسة تربطها بالصحراء المغربية وموريتانيا وقالت إنها تهدف لطرد المهربين في هذه المنطقة المتنازع عليها والتي تعتبرها جزءا من أراضيها هبطت طائرة القطرية طراريا مطار أتاتورك في اسطنبول عقب اشتعال النيران بأحد محركاتها ما أجبر الطيار على الالتفاف والهبوط الطراريا قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 120 بجروح في اعتداء بسيارة مفخخة وكانت المنطقة بمنأة عن أعمال العنف المرتبطة بالنزاع الكردي ونسب الهجوم الذي استهدف مقر الشرطة إلى المتمردين الأكراد ما تسبب بأضرار كبرى في المبنى المؤلف من أربعة طوابق والمباني المجاورة امتد حارق هائل بسرعة كبرى إلى شرق لوس أنجلوس وأتى على أكثر من 7200 هكتار من الأراضي في أقل من 24 ساعة ما أدى إلى إجلاء أكثر من 82 ألف شخص حيث أعلنت حالات الطوارئ أعلن الجيش التايلندي عن توقيف 15 مشبوها في إطار التحقيق حول مجموعة اعتداءات دامية استهدفت منتجعات سياحية في البلاد عمد سكان المناطق التي ضربها الجفاف في موزنبيق إلى تشييد خزانات المياه تحسبا لهطول الأمطار في الوقت الذي تشهد مناطق عديدة جفافا في ظل شح المياه وتلوث مصدر المياه الوحيد الموجود فيها نعود إلى الشأن المحلي حيث دشنا وزير الصحة الدكتور محمود الشياب وفعاليات طبية مساء يوم أمس مركزا طبيا أردنيا رائدا يعنى باستخلاص وتجميد وحفظ الخلايا الجذعية المستخرجة من الحبل السرية ويعد هذا المركز الأول من نوعه في الأردن من حيث اختصاصه باستخلاص وتجميد وحفظ الخلايا الجذعية المستخرجة من دم الحبل السرية وهو معتمد من قبل وزارة الصحة وتم بناؤه وفق أعلى المعايير الدولية هو بنك وظيفته استخلاص الخلايا الجذعية من دم الحبل السري للوليد وتجميده وحفظه لغايات احتمال احتياجه في علاج أمراض السرطان لأي شخص يكون قريبا للوليد أو الوليد نفسه حيث يكون التطابق مضمونا لتحمل المريض هذا الدم بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ أعمال مشروع نفق الصحابة الواقع على طريق المطار في العاصمة عمان بكلفة تقدر بنحو مليون ونصف المليون دينار ممولة من الصندوق السعودي للتنمية 180 يوم عمل لمشروع جديد بدأ العمل به وبتكلفة تزيد عن المليون ونصف المليون دينار وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى بدأت تنفيذ مشروع نفق الصحابة الكائن على طريق المطار المشروع يشمل تنفيذ نفق باتجاهين وبطول مائة متر وبأربعة مسارب وذلك لربط منطقة حي الصحابة بمنطقة حي النخيل بشكل آمن ومريح كما سيشمل تنفيذ طرق للخدمة بالمنطقة المحيطة بالنفق بثلاثة مسارب لتسهيل الحركة المرورية عليها علي الأعرج رؤية ورشة عمل شارك فيها مائة وخمسون طالبا وطالبا من تخصص الهندسة المعمارية من مختلف الجامعات الأردنية كمبادرة طلابية تحمل عنوان لأكون معماريا وتهدف المبادرة إلى مساعدة طلبة التوجيه في الاستعداد الامتحاني قبول هندسة العمارة الذي يقام في الجامعات عبر تقديم الشرح النظري والتطبيق العملي للامتحان هذه الورشة هي ثانية لهذا العام شارك فيها ثمانمائة وخمسون طالبا وطالبة من خريجي توجيه من ثلاث محافظات مبادرة ترشة لأكون معماري هي مبادرة تأسست السنة الماضية أصلا من لما انتقل امتحان العمارة كان هو بالقبول الموحد بعدين صار امتحان قبول صار الطالب محتاج حدا يدله كيف الامتحان كيف طبيعة الامتحان فكانت هذه المبادرة للطلابية مية بالمية طبعا لكل تنظيمها طلابي من نظام لأكاديمي لتحضير لكل شي فعليا الورشة زي ما انتم شايفين السنة الماضية كانت في عمان فقط السنة هاي احنا في ثلاث محافظات كانت الاربعة في السلط والخميس في اربد واليوم احنا في عمان بحضور بمجموعة الورشات زاد عن 850 طالب في مجموعة الورشات يتخوف سكان منطقة وادي الحدادة في عمان من ظهور تشققات داخل النفق الواصل بين شارع الملك حسين ومنطقة وادي الحدادة الامانة من جهتها ولتبديد المخاوف اكدت ان تشققات لا تشكل اي خطر على النفق التفاصيل في هذا التقرير شكاوى عديدة من قبل المواطنين بسبب تزايد التشققات داخل نفق الحدادة الواصل بين شارع الملك حسين ومنطقة وادي الحدادة وسط العاصمة عمان هذه التشققات تبدو واضحة اكثر مع تسرب المياه منها ما يشكل خطرا على بنية النفق الذي تعلوه المنازل القديمة بعد التواصل مع امانة عمان تم ابلاغنا بانها ستقوم بعملية صيانة قريبة للنفق النفق فيه له مشروع عطاء صيانة اعادة تأهيل وصيانة للمناطق الداخلية فيه وهي محدودة جدا الموضوع مش انشائي لا نتحدث عن موضوع انشائي لان الموضوع انشائي ما فيه اي مشاكل والحمد لله رب العالمين الموضوع عبارة عن شكلي فقط المي اللي بيشاهدها الناس كنقول بتنقض من النفق هذه سيتم اعادة تصليح المزاريب والربطها من جديد لان فيها هريان لمدة عمر النفق من 96 لليوم اول مرة بنوين عمله صيانة بروبر يعني اعمال صيانة من خلال عطاء منسق المستشار الانشائي مع الجهات الفنية عملت وثائق العطاء وجهزتها تصاميم كامل والان العطاء في مراحل اعداد الوثائق اللي اجل طرحه ان شاء الله رب العالمين بيكون بعد العيد الاضحى بإذن الله بنا يعني قيد الطرح ليحال على مقاول ليقوم بتنفيذ العمال خلال فترة وجهزة بتكون اموره ان شاء الله في احسن حال امانة عمان بينت ان نفق الحدادة مدعوم بهيكل انشائي معدني وهو الحامل الاساسي للنفق وليس البطانة الخارجية المكونة من الخرسانة العادية وبالتالي فان التشققات لا تشكل خطورة على النفق ولا على من يستخدم هذا النفق علي الاعرج رؤيا اتلفت اجهزة الرقابة الصحية في بلدية اربد الكبرى الفا ومائتي كيلو جرام بطاطا وكميات اخرى من الخضار اثرى ظهور علامات مرضية عليها في احد المولات بمدينة اربد مدير الشؤون الصحية في البلدية اوضح ان كميات البطاطا ضبطت خلال الجولات المسائية التي ينفذها المراقبون حيث ظهر على تلك الكميات فطريات وبكتيريا جعلتها غير صالحة للاستهلاك كما تم ضبط بعض الخضار وقد ظهر عليها عفن الامر الذي تطلب اتخاذ قرار باطلافها واجراءات قانونية بحق ادارة المول تزايدت في محافظة الزرقاء الشكاوى المتعلقة بالطرح العشوائي للانقاض ومخلفات البناء على جوانب عدد من الطرقات الرئيسية والفرعية الامر الذي يسبب مشاكل بيئية ومرورية يقول مواطنون في محافظة الزرقاء ان بعض الاشخاص يستغلون ساعات الليل والصباح الباكر كفرصة للتخلص من حمولتهم من الانقاض ومخلفات الانشاءات على جوانب الطرقات وبالقرب من منازل المواطنين بهدف توفير الجهد والوقت والمال بدلا من ذهابهم الى المواقع المخصصة لطرح الانقاض التي تتطلب مصاريف مالية ووقتا اضافيا من زمان هم يكبكبوا هنا وهي المنطقة تبعت المجرى مجاري ومجرى هاي وحتى المسكرة وكلها بكبوها من زمان والله من قبل سنة هم يكبوا هنا وقداش حكينا لا تكبوا ولا تعملوا ولا تساووا اشي والكل بكبوا هنا المواطنون المتضررون من هذه الظاهرة قالوا انها تتسبب بمشاكل بيئية ومكارها صحية تتمثل في تطاير الغبار من هذه الانقاض وانتشار القوارد والحشرات بالقرب منها وتجمع القمامة حولها هذا علاوة على انجراف الاتربة والحجارة الى وسط الطرقات وتأثيرها على المنظر الجمالي مديرية اشغال محافظة الزرقاء واكدت انها تنظم حملات للرقابة على هذه الظاهرة وتحويل المتسببين بها الى الحاكم الاداري تقوم المديرية من خلال الاجهزة المختصة بمتبعة هذا الموضوع على الطرق وفي حال ضبط اي شخص يقوم بإلقاء الانقاض على جانب الطرق يتم تحويله الى الحاكم الاداري لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ومن ثم يتم ازالة هذه الانقاض وذلك حفاظا على البيئة وحفاظا على سلامة مستخدمي الطرق ظاهرة مزعجة ينتظر المتضررون منها تكاتف اكثر من جهة رقابية في المحافظة لاجاد حلول سريعة لها نظمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الصندوق الاردني الهاشمي لتنمية البشرية في محافظة الكرك بازارا خيريا في مركز الامير بسمة نتابع المزيد في هذا التقرير بازار خيري نظمته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية في مركز الامير بسمة بمحافظة الكرك البازار اجتمل على منتجات محلية وحرف يدوية وصناعات غدائية منزلية ولكنه تميز بمشاركة الجالية السورية مع أبناء محافظة الكرك لعرض منتوجاتهم وتسويقها بأتي هذا النشاط ضمن أنشطة اللجنة في تقليل الفجوة وتسويق مهارات العاملين من الأخوة الأردنيين والسوريين في المحافظة حيث أن العديد من الدولات تمت من خلال هذه اللجنة عجبت كثيراً في المنتجات اليدوية والمطرزات وجناح المأكلات الشعبية الكركية وهناك دمج ما بين المواطن السوري والمواطن الأردني لتنويع الثقافات بين الطرفين مبادرة تم تنسيقها لخلق حالة اجتماعية متميزة للنهوض ببيئة مستقرة تمتاز بإيواء اللاجئين من منطلق القومية العربية والتجانس بين الشعوب العربية احتفاءاً بمئوية الثورة العربية الكبرى وضمن خطة مديرية سياحة إربد بإحياء التراث الشعبي نظمت أمسية فنية بدار متحف سرايا إربد في غمرة احتفالات المملكة بمئوية الثورة العربية الكبرى والأعياد الوطنية أقامت مديرية سياحة إربد أمسية تراثية بدار متحف سرايا إربد احتفاء بهذه المناسبات ونشهد أني بعشق الأردن مجبول مديرة سياحة إربدا الدكتورة مشاعر الخصاوني قالت أن هذه الفعاليات تهدف إلى تسويق المنتج التراثي الأردني محليا وعربيا ودوليا والترويج السياحي لمصادر التراث ومراكزه المنتشرة في أرجاء المحافظة كانت هذه الأمسية بمشاركة فرق فني وفلكلورية تحافظ على التراث وأخذت على عاتقها أمانة حمل هذا التراث وأحياؤه من جديد فشاركنا في هذه الأمسية العديد من الفرق الفلكلورية وأكدت أن هذه الأمسية تأتي ضمن خطة المديرية لإحياء التراث والفلكلوري الشعبي وقد شاركت فرقة راحوب للفنون الشعبية بأبريت غنائي أعاد للأذهان العرس الأردنية التقليدي من خلال هذه الأمسية حبينا أن الناس خاصة الأجيال الجديدة أجيال الأبنائنا الصغار من يعرفوا عاداتنا وتقاليدنا وينشأوا على المحافظة على هذه العادات والتقاليد أغاني وطنية وأهازيج الشعبية وسط تفاعل وحماس من الحضور استطاعت إعادة الجمهور إلى ترافه الذي أوشك على النسيان لا نترككم مع هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر